السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله انا هشرح مادة سيمانتيكس انا اتكلمت عن السينتاكس شوية بنعتب السينتاكس اللي هو الجرامر وهتكلم ان شاء الله عن السيمانتيكس السيمانتيكس بتتكتب كده اول حاجة دي بدكرب كده سيمانتيكس بنكتمها كده يعني ايه سيمانتيكس يعني ايه سيمانتيكس السيمانتيكس بيدرز المعنى يعني لما اقولك لما اقول لك معنى كلمة معنى كلمة دوج معناها ايه لما اقول لك دوج معناها ايه هاتلي مترادف دوج مترادف عندنا بالانجليز يعني سمانتك بيدرس المعنى سمانتكس is the study of word meanings يعني بيدرس معاني الكلمات والجمل يعني بيدرس معاني الكلمات بشكل صحيح يعني لما اقول لك حاتلي معنى كلمة دوج تقول لي ايه ممكن تقول لي animal دوج is an animal اذا تقول لي دوج تقول لي animal 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 لما اقول لك حاتلي معنى كلمة حاتلي معنى كلمة حاتلي معنى كلمة حاتلي معنى كلمة ايه مثلا اي حاجة tea هاتلي معنى كلمة tea اللي هو الشاي تقول لي ايه tea اذا قدرينك الشاي هو مشروب تقول لي اذا قدرينك ايه درينك يبقى السمانتكس هي دراسة معاني الكلمات باللغة الانجليزية هي دراسة المعنى لما اجي بقى اقول لك لما اجي بقى اقول لك في حاجة اسمها سمانتكس فيوتشورز يعني ايه فيوتشور فيوتشور بتكتب كده اول حاجة فيوتشور 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 يعني ايه يعني سمة فيوتشور يعني سمة سمة أو ميزة أو خاصية يبقى سمانتكس يعني سمة أو ميزة أو خاصية سمانتكس يعني ايه يعني لغويات أو معنى يبقى سمانتكس فيوتشورز مع بعضها يعني ايه يعني سمات أو الميزات أو الخاص اللغوية طيب احنا بناخد بسألة عن حاجة لما اجي اقول لك اديني سمانتكس فيوتشورز بتاعت الراجل يعني انا اهو عندي ايهوة مان اهو عندي كلمة مان انا عايز السمانتكس فيوتشورز الميزات والسمات والخواص بتاعت الراجل الميزة لو انا كتبتلك شوية حاجات وسألتك قلتلك هل الحاجة دي موجودة في الراجل انت تقول لي لا اهوه من خواص الراجل يعني معنى كلمة راجل ايه؟ الراجل معناها ايه؟ راجل ما تقول لي ايه؟ ده مجلين عشان نعمل السمانتك فيوتشور احنا بنعمل علامة زائد ونكتب الخاصية نعمل علامة زائد ونكتب الخاصية نعمل علامة زائد ونكتب الخاصية من خواص من خواص يبقى اول حاجة هل موجودة في الراجل؟ طيب العكس بقى لو قلتلك المال لو قلتلك بلاش المال لو قلتلك كاو هتقول لي ايه هنا في السمانتك فيوتشور هتقول لي ايه؟ احنا قلنا ان الراجل هو عبارة عن انسان سيمة الانسان وخصية الانسان وميزة الانسان موجودة في الراجل طيب ايه الميزة الموجودة في البقرة؟ البقرة عبارة عن ايه؟ أنيمان حيوان يبقى كاوز آن أنيمان كاوز آن أنيمان طيب لو شوفنا نظر سمانتك فيوتشر فور دمان نقول ايه نقول ايه نحن ديج نعمل فيها كده سمانتك فيوتشر بنعملها كده بنعملها كده بنعمل علامة زائدة هوت وجوه في السهم كده اذا ارامان سمانتك فيوتشر زائدة ونعمل كده و لو ج Viele mythology لطيف للعجل Play بنعمل العجل اي ميزة في الراجل التي يناولها هد44 اما إذا انا قلت andom Jeans هد44 انك الميزة في الراجل بغيابج سمانتك فيوتشر الاجل الاسمانتك دي موجودة في الراجل طيب لو انا قلت adult لو انا قلت adult adult يعني بالغ الاسمانتك دي موجودة في الراجل adult طيب man is a human man is an adult man can eat يعني الراجل يقدر يأكل ممكن يقول له drink يعني ممكن يقول drink السمانتك فوتور فيه drink بيقدر يعمل ممكن يقول animate الراجل بتحرك الراجل عبره من كائن حي او يتحرك خلاص يعني كل دي السمانتك فوتور اللي بقودة في الماء اللي بعرفنا انا بس عايزة لخلك مدخل بسيط يعني ايه السمانتك فوتور السمانتك فوتور راح ما بنعمل ايه بنعمل علامة زائد علامة الزائد معناها ايه معناها ان الميزة دي موجودة في الشئ ده يعني ميزة الانسانية الانسان موجودة في الراجل لعلمة علامة زائد اما لو عملت علامة ناقص وعملت كده وعملت كده العلمة علامة الزائد معناها ان الميزة دي موجودة في الشئ ده طبعا لعلمة ناقص معناها ايه معناها ان الميزة دي ليست موجودة في الشئ ده يبقى هنا الانمال اللي هو الحيوان مش موجودة في الراجل طبعا لان الراجل مش حيوان طيب يبقى هنا السمانتك فوتور النائس معناها ان الميزة مش موجودة في الشئ والموجب معناها ان الميزة موجودة في الشئ طيب ايه رأيكم